تخيل تكون كده ماشي في امان الله وفجأة واحدة من اياديك تروح تفتح سيارة شرطي وتضربه او تخيل انك تكون جالس مع صاحبك كده في مقهى وجالسين تتقهون والامور طيبة فجأة تروح تمسك كاست القهوة وتروشها على وجهه خلينا نقول انك انت ممكن تكون انسان عبيض ممكن تسوي الحاجات هذه ماهي فارقة معاك ولكن تخيل لو اقولك انه الاشياء هذه جلسة تصير بدون ارادتك يدك كده واحدة من اياديك صار عندها مخ خاص فيها وعقل خاص فيها وصارت تتخذ قرارات خاصة فيها رغم انفك هتقول ليش ام الخيال العلم الرخيص هذا يا وجيه وانا انا في بوليوود احب اقول لك يب حتى انا قلت نفس الكلام هذا وان ما شفت فيلم تام الحسني في حالة مرضية نادرة جدا اسمها متلازمة اليد الغريبة او alien hand syndrome والشخص المصاب بهذه الحالة المرضية الغريبة يفقد السيطرة بشكل شبه كامل على واحدة من اياديه وتصير هذه اليد تسوي اشياء من كيسها وبكيفها وعلى مزاجها قد تكون اشياء عادية مثل انها تشيل شيء انت ما اخترت انك تشيله او قد تكون اشياء مزعجة مثل انك تكون ماشي فجأة وتقوم تطف النور عليك يا احا شغل النور تقوم تطف النور مرة ثانية او قد تكون اشياء خطيرة مثل انك تؤذي نفسك او تؤذي الناس اللي حوله فتعال اليوم عزيز الوجيه وخلينا نسولف عن متلازمة اليد الغريبة او بعته كان فيلم عاد الامام بخيت وعديلة سنة تلتسعمية وخمسة وتسعين حقيقي مالي في الافلام العربية قلت يا عمي تدري ومالو خلينا نشوف الفيلم يمكن يطلع شيء حلو خلينا نغير اجواء احنا خسرانين ايه بالذات اني شفت الناس صافين عليه طوابير مرعبة ايش ذا السينما فل فل ليه ايش فيه لكن بعد متابعة الفيلم يؤسفني اقول للشباب حبايبي واصحابي اللي حجزوا للفيلم والله خسارة الثمانين ريال يا لو عطيتوني اياها رحت اتعشيت فيها براكلي وبركلكم كانت عشينا بالثمانين ريال الثلاثة حرفيا الفيلم يا جماعة محشي كوميديا وضرافة اكثر من اللازم لدرجة حتى لما يجي مشهد درامي القنفسي كذا ماني قادر انسجم مع المشهد الدرامي احس انه بتصير نكتة في اي لحظة مليان نكت الفيلم من اول ولين اخره مو لين اخر وما كملت بس مليان نكت ايش دا بس عشان اكون صادق معاكم يعني وما نظلم الفيلم صراحة اضحكت مرتين او ثلاثة انا كان كذا في كم مشهد خلتني اضحك مش مو Mmmm اضحكت عارفين قولوا عني ثقيل دم وينالا قولوا عني اللي تقولو بس والله العظيم 90% من المشاهد اللي الناس بتضحك فيها من حولي وبتكركر ضحك الناس حولي انا ماخذ وضعية يا وجيها الكوميديا نسبية لو سبحت او سمعت لا تسوي لانت الولد اللي مران الثقيل والذي لا اضحك اوكي اوكي الكوميديا نسبية برعتكم عموما يا جماعة انا مو جاي راجع الفيلم واتعمق في تفاصيله انا جاي احكي لكم عن الفكرة اللي تبناها تامر حسني كحجر اساس لهذا الفيلم يا بعزيزي الوجيه الفيلم كان من كتابة ومن بطولة تامر حسني الفكرة يا جماعة اللي تبناها تامر حسني فكرة جدا جميلة ورائعة وهادف ويخلي الناس يشوفوا انه في ناس عندهم حالة مرضية نادرة جدا كذا ومزعجة ومؤذية ولكن للأسف انه ايش الفكرة طاحت في يد الناس اللي يعني خلينا نقول قليلين خبرة في مجال الافلام او كتابة الافلام انت بتكتب اغاني تامر حسني في الفيلم هذا يا جماعة مصاب بحالة مرضية غريبة تخلي يده او واحدة من ايادي تتحرك من نفسها وتسوي اشياء غريبة كذا بقالب كوميدي ودرامي يمشي الحال اوكي يمشي الحال ان الامانة لما تابعت الفيلم توقعت انه الفكرة من وحي الخيال ايش اللي يد تتحرك من نفسها وتخنق وتضرب وتسوي اشياء غريبة وين احنا بعد الفيلم للامانة صابني فضول او داخل الفيلم والله داخل الفيلم لو كان في شبكة كان طلعت النتيجة بس ما كان في شبكة داخل السينما بحثت بتيت ابحث في الموضوع متلازمة اليدة الغريبة وطلعت موجودة فعلا هذه الحالة وتامر حسن يصلا داخل الفيلم تكلم فيها مع الدكتور كذا في مشهد ان الحالة هذه فعلا موجودة وفيه ناس اصيبوا فيها في اماكن مختلفة من العالم علشان بس اسهلك الفكرة في حال انك ما تبقى تابع الفيلم وتبتفهم الهرجة تخيل انه فجأة كده تكون ماشي تضرب امك كف احقهر انت تحلف وتقسم انه مو انت ام المين اللي ضرب ماما تكف جيران انت تكون جالس مع مديرك في اجتماعه وفجأة تمسك الماوس وتهفف راسه وصح انه مديرك يستاهل انا متأكد انه مديرك يستاهل كيف تقنعوا انه مش انت اللي ضربته كيف تهرب من موضوع انه يفصلك من وظيفتك العادة في امراض نادرة زي كذا كل الناس او معظم الناس ايش يقولك هذا مس شيطاني او هذا جن او هذا يعني شي له علاقة بقوة خارجية الى ان يتدخل العلم ويدحظ هذا الكلام ويثبته بطريقة ما اما بالفحوصات او بالنتائج بلا 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 وهذا اللي حصل مع تامر حسني في الفيلم في البداية قالك يا ابو يا هذا شكل مس شيطان ومشط ولكن في النهاية اكتشف انها فعلا حالة مرضية حقيقية بحيث واحدة من الاياد تنفصل تماما عن الجسم يعني تحس انه لها عقل خاص فيها وتفكير خاص فيها وفجأة تتخذ قرارات مو انت اللي اتخذتها ومو شرط انه هذه الحالة تخليك تؤذي الناس اللي حولك بس ممكن تؤذي نفسه يعني ممكن تكون قاعد تاكل بالشوكة والملعقة فجأة الشوكة كذا تطعن نفسك بالشوكة ممكن تكون قاعد تطبخ كذا ندومي وفجأة يدك تدخل في الموية المغلية ولكن انت تخيل امثلة كثيرة انا اعطيتك الفكرة وانت ايش ابحر في خيالك ايش ممكن الانسان المصاب بهذه الحالة المرضية النادرة يسوي وممكن اليد الغريبة هذه ما تؤذيك ولا تؤذي غيرك ممكن تعاندك يحكي احد الاشخاص المصابين بهذه الحالة المرضية كان ايطالي يقول لما اجلس اقرأ الجريدة اخلص من الصفحة اقلب الصفحة فجأة اليد الغريبة هذه تقوم ترجع لي الصفحة اقلبها تقوم ترجعها الان اخر شي اقطع الجريدة ورميها في الجدار وتحكي كمان واحدة مصابة بهذه الحالة المرضية تقول انا لما احاول البس التشيرت تعرف لما تلبس تشيرت او اي شي لما تدخل الاكمام لما يجي الدور على اليد الغريبة ما ترضى تدخل تقوم تكي تحت الله ما ادخل يا ولد حوسة فوضى غريبة تتركها في حياة الشخص المصاب بهذه المتلازمة ويقول لك عادة الحالة هذه تصيب اليد الاقل فاعلية يعني مثلا على سبيل المثال انا انا شخص ايسر اكتب باليسار ارمي باليسار يعني اليد اليسرى هي الاقوى عندي فلو لا سمح الله بسم الله علي وعليكم جاتني الحالة المرضية هذه ما رح تجي في اليد اليسرى القوية عندي رح تجي في اليد الضعيفة او اليد الاقل استخداما وممكن تصير في الرجول يعني في حالات نادرة جدا شوفوا هي فكرة انك تصاب بالمرض هذا في يدك نادر جدا وفي حالات اندر اندر جدا ممكن تصاب واحدة من رجولك يعني تكون ماشي كده جنب خوية وفجأة تسدد لواحد ظفر وربي مش انا طيب ايوجيها كيف اعرف انه انا ما رح تجيني هذه الحالة يعني ممكن تجيني في اي لحظة يقول الاطباء انه الاشخاص اللي سبقوا جاتهم جلطة في الدماغ او سبقوا وعملوا جراحة من نوع معين في الرأس او في المخ او في الدماغ او سبقوا وحصلت لهم اصابة شديدة في الرأس يكون اكثر عرضة انهم يصابوا بهذه الحالة المرضية الغريبة والنادرة ولكن تطمنوا زي ما اقتلكم فرصة اصابتي واصابتكم بهذا المرض نادرة جدا 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 طيب يا وجيه هل في علاج لهذا المرض الغريب والنادر علاج مثبت رسميا مفيش zero like none ولكن بعض الاطباء قدروا انهم يخففوا من حدة هذه الحالة عند بعض الاشخاص ما بصرف ادوية معينة لها علاقة بالجهاز العصبي يعني ايش شيء يرخي الاعصاب كده او عن طريق بعض اساليب الحياة اليومية بمعنى نفترض انه يدك اليسار مصابة بهذه الحالة المرضية رح يقول لك الدكتور شيل اشياء كثير خلي يدك ذي مشغولة خليها تكتب خليها ترسم يعني حاول لا لا ترسم انتبه ابعد عن اشياء الحادة بس حاول تخليها تشيل اشياء ثقيلة بحيث ما تقدر تؤذي احد ولا تؤذي نفسك قدر الامكان ولكن علاج رسمي مفيش وما زال الطب والعلم الى يومنا هذا يبحثون في هذا المرض لعلهم يجدون له علاج اما بالنسبة الفيلم تامر حسني اذا انت قاعد تسألني يعني وجيه هروح تابعه ولا لا انا عن نفسي ترى جوي غريب انا جوي غريب ما احب الافلام يعني عندي كده مود معين الافلام وما احب الاستضرافة الزايد فاذا تبغى تتابع الفيلم اذا عندك وقت زايد وفلوس زايدة ومن تعرفين تصرفهم اوين ضيعهم تفضل الفيلم رح يكون مرة مناسب لهذه الحاجة الى هنا عزيز الوجيه نكون وصلنا لهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب لو اعجبك الفيديو طبعا والاهم من هذا كله فعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتي اول باول كم معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم